لن تكون أراضي العراق منطلقا لشن هجمات ضد دول الجوار عبارة لطالما رددها المسؤولون الحكوميون في بغداد لكن الواقع غير المأمول تحول العراق حرفيا إلى أرض خصبة لاحتضان ميليشيات صنفتها كثير من دول كأرهابية وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني بينما منحت في العراق دعم لوجستيا وامتيازات وصلت لدفع رواتب لعناصر تلك الميليشيات والتي بطشت بسيادة العراق إن وجدت قبل تهديدها سيادة الدول جواره ويكشف النائب عن نينوى محمى خليل أن قضاء سنجار خارج سرطة الدولة وبأن حزب العمال الكردستاني بدعم من ميليشيات الحجد يواصل انتهاكاته وتمدده على حساب الدولة والقانون وتساءل خليل عما إذا كان هناك دليل آخر على حقيقة الأوضاع بعد عجز القوات الأمنية عن تأمين زيارة رئيس الحكومة محمد السوداني إلى سنجار في أيار الماضي وإلغائها بسبب التحركات العسكرية لعناصر حزب العمال الكردستاني واقع تؤكد السلطات في أربيل أنه يهدد الاستقرار الأمني لا سيما بعد تقاعص الحكومة في بغداد عن تطبيق اتفاق سنجار والذي يفرض خروج كافة الميليشيات الأجنبية وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني على الجانب التركي سبق لأنقرة أن حذرت من حزب العمال وارتباطاته الخارجية حيث أكد وزير الداخلية السابق سليمان صويلو أن بيكيكي المصنف إرهابيا نقلت معسكرها الرئيسي من جبال قنديلة في العراق إلى منطقة ماكو في إيران لافتا إلى أنه بالرغم من في إيران وجود المعسكر لكن تركيا تعرف ما يدور فيه هذا الواقع دفع بتركيا لاحقا إلى فرض حظر جوي على السليمانية بسبب محاولة حزب العمال الكردستاني التخفي تحت عباءة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والموالي لإيران أيضا وعلى الرغم من تأكد أنقرة مواصلة عملياتها العسكرية شمالية العراق إلا أن باب السياسة لا يزال مفتوحا من جانبها حيث أعلنت أنها ترضى برؤية العالم العراقي مرفوعا على الحدود بين البلدين لتوقف تلك العمليات العسكرية شرط وأن يبدو أمرا بديهيا وفق معايير الدول والسيادة إلا أنه يبدو مستحيلا في العراق الذي تحول إلى بقعة جغرافية محكومة لميليشيات محلية تتبع لإيران ولميليشيات أخرى عابدة للحدود مثل حزب العمال الكردستاني تهجر وتقتل العراقيين على مرءا ومسمع من يفترض بهم أنهم حكام البلاد